اللهم إني أسألك في هذا اليوم الذي أشرقت فيه شمسك يوم الثلثة أن تجعلنا ممن أصبح وقد أصلحت قلبهم وألهمتهم رشدهم ويسرت أمرهم وسترت عيبهم وغفرت ذنبهم ورضيت عنهم وأرحت بالهم وفرجت همهم وشافيتهم وعافيتهم إنك أنت الشاف المعافي يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك رحمة لنا ولوالدينا وهدايا ورشدا لأبنائنا إنك على كل شيء قدير اللهم آمين يا رب العالمين اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد أخبر من دعا بهذا الدعاء فرج همه اللهم فرج همي وهم كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اكشف الغمع عن كل قلوب يأست من كل شيء إلا من رحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء فارحمنا واغفر لنا وفرج همنا واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم آمين اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اللهم يا فتاح افتح لعبادك مغاليق الأبواب والأسباب وأكشف كروبهم ونور دروبهم واخفر ذنوبهم وافتح أبواب فضلك ورحمتك وعطائك فأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك بالرحمن وبالرحيم وبالملك وبالقدوس وبالسلام وبالمؤمن وبالمهيمن وبالعزيز والجبار بكل أسمائك الحسنى أن تفتح لنا أبواب خيرك وأبواب جودك وأبواب رضاك وأن تيسر لنا الأبواب المغلقة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رب أنت السلام ومنك السلام سلم قلوبنا من أدى الدنيا وحزن أيام يا رب إن كان في أنفسنا انكسارا فلا جابر له سواك وإن للآلام سقلوبنا شيء من أنين فإنه لا يعلم بحالنا إلا أنت فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا يا ربي معجزة من عندك نسألك معجزة من عندك وفضل من عندك يغير الأقدار ويحقق الأمان ويسعدنا يا أرحم الراحمين فإنما أمرك أن تقول للشيء كن فيكون إنما أمرك أن تقول للشيء كن فيكون اللهم غير أقدارنا إلى أجملها وأحسنها فإنك قلت على لسان نبيك أن الدعاء يغير القدر فها نحن يا رب ندعوك فغير قدرنا إلى ما هو أجمل وما هو أفضل واختم لنا بالصالحات واختم لنا بالطاعات واختم لنا برضاك وبالجنة يا أرحم الراحمين يا سلام يا ودود يا غفور يا منان يا رحيم اللهم إنا نسألك بهذا الدعاء العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم بقوة بسم الله الرحمن الرحيم بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم بجلالة بسم الله الرحمن الرحيم بملكوت بسم الله الرحمن الرحيم بجبروت بسم الله الرحمن الرحيم أن تقضي حوائجنا أن تصلح أحالنا أن تجعل من أبنائنا الخير أن تيسر أمورنا نسألك ببركة لا إله إلا الله وثقنها في الميزان التي من أجلها خلق الخلق ووجدت السماوات والأرض نسألك بلا إله إلا الله التي بها تعظم الأمور وبها تتقل الموازين يوم القيامة نسألك يا رب أن لا تحرمنا من التوحيد أن تحيينا على لا إله إلا الله وتميتنا على لا إله إلا الله وتتقل موازيننا في الدنيا وفي الآخرة بلا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رب إني فوضت أمر إليك وأمر المسلمين في كل بقاء العالم اللهم بشرنا بما ننتظر منك يا رب فأنت خير المبشرين اللهم بشرنا بالنصر والفوز يا الله اللهم أعلي كلمة لا إله إلا الله اللهم عز الإسلام والمسلمين في كل بقاء العالم اللهم انصر ضعيفهم اللهم انصرنا على من عدنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت ناديناك يا الله بلا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين دعوة دنون ما دعا بها عبد إلا استجيب له استجب لنا يا رب استجب لنا يا رب يا ربي بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير أنت مولانا وأنت سيدنا وأنت رب السماء ورب الأرض ورب العرش العظيم نسألك يا ربي بعزتك وجلالك أن تستجيب لدعائنا يرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم يا ربي صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا من لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرض الصمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد اقضي لنا حاجة عندك يا رب عجزنا عن تدبيرها وعن حلها ولجأنا إليك فاجعل بصلاتنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلا لمسائلنا ومشكلاتنا ويا ربي اقضي حوائجنا واقضي أمورنا يا ربي فرج هم كل من صلى وسلم على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين رضاك يا ربي خير لي من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قاصيها ودانيها فليس للنفس آمان تحققها سوى رضاك فدا أقصى أمانيها سوى رب العلاج دعواني عندما أ RESP نحن أماني